بعث رئيس مجلس الشوراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر برقية عزاء ومواساة إلى بسام سعيد أغبري عزاه خلالها بوفاة والده المناضل سعيد أحمد أغبري القيادي البارز في حزب المؤتمر الشعبي العام بعد حياة حافلة بالعطاء وأشهد الدكتور بن دغر بمناقب الفقيد ومسيرته الوطنية وإسهاماته الاجتماعية والسياسية والرياضية مشيرا إلى أدواره النضالية في ثورة 14 أكتوبر ومشاركته الفعالة في بناء النظام المصرفي من خلال عمله في البنك الأهلي بالعاصمة المؤقتة عدن وعبر الدكتور بن دغر عن خالص تعازيه ومواساته الصادقة لأسرة الفقيد بهذا المصاب الأليم مبتهلا إلى المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويها الصبر والسلوان إن لله وإن إليه راجعون